هذه الإحصائية كانت إحصائية دراسة حول بعض القنوات العربية وما تبثه من أفلام أجنبية كم مرة في اليوم تظهر الخمرة في بعض هذه القنوات عشرات المرات ضمن مسلسل أو فيلم أو ما إلى ذلك بحيث أن هذا المشاهد كل يوم هذا المنظر يكون مألوف عنده كم مرة يشاهد الصليب؟ كم مرة يشاهد اللقطات غير الأخلاقية؟ كم مرة كذا؟ كم مرة كذا إحصائية مفصلة؟ بحيث أن هناك قصف لعقل المشاهدين بشكل رهيب جدا بحيث أنه لا شعوريا يتلقى رموز الحضارة الأخرى أو الثقافة الأخرى بحيث تصبح لديه أمور مألوفة والإنسان إذا ألف شيئا حتى إذا كان باطلا سوف لا يستنكروه وقد يتأثر به بعض الناس شايفين أنه لأول مرة حينما يرى مثلا كبشا يذبح أو دجاجة تذبح يتأثر يتألم لأنه يرى موجودا ولو هو حيوان ولكنه يذبح ولكن المرة الثانية إذا شاف المرة الثالثة المرة الرابعة المرة العاشرة تدريجيا المنظر يصبح لديه منظرا مألوفا وعاديا لا يتأثر به الطغاة القتلة إذا واحد يقرأ بعض مذكراتهم أو بعض ما كتب عنهم أو يعني كتبه عنهم المقربين إليهم يجد أنه يقول في أول مرة قام بعملية القتل أو التعذيب ألمه وجدانه ولكن في المرة الثانية والثالثة أصبح الأمر مألوفا الإنسان عندما يألف شيئا حتى إذا هذا الشيء كان قبيحا يزول قبحه تدريجيا من فكره بل قد يؤثر ذلك الشيء القبيح فيه فيتصوره صحيحا فالشاهد هو أنه في هذه الأفلام تستعمل هذه الرموز المختلفة سواء رموز دينية أو رموز ترمز إلى الثقافة التي يمتلكونها ويقصفون الأذهان بهذه الأمور